خلونا نبدأ فقراتنا المعتادة فقرة حائط صد النهاردة عندي اكتر من نقطة في حائط صد والحقيقة انا دايما بشكر حضراتكم وكل يوم ببقى سعيد باللي انا بشوفه من ردود الافعال على اللي احنا بنعمله ولي احنا بنتكلمه قد تصل ردود الافعال ان ممكن يكون يتشال اعلان معين لشركة معينة من التلفزيونات علشان خاطر جمهور الاهلي مش خاطر الكلام اللي انا قلت ولكن عشان خاطر جمهور الاهلي ممكن يكون ده حصل على فكرة عشان جمهور الاهلي له وزنه وله قيمته الحقيقة الموجودة او ممكن يكون يتقلل بدل ما كان بيتعامل عشر اعلانات مثلا انت لقوا اعلانين ثلاثة فما بيبانش فإذا كان ده حصل فعلا فحصل عشان جمهور الأهلي فقط مش عشان حاجة تانية ولكن على مدار الأيام اللي فاتت الحقيقة وفي عز انشغال الجميع بمنتخب مصر وانشغالهم ببطولة الأمم الأفريقية خرجت أنباء من داخل اتحاد كرة القدم المصري حتى هذه اللحظة هي ليست أنباء رسمية أو هي ليست قرارات رسمية وجهة نظرية هي قرارات لجس النبض واستطلاع الرأي العام تمام؟ لو أنت عايز قبل بس ما أبدأ في هذا الأمر لو حضرتك عايز تغير حاجة أكيد بتغيرها لسبب خصوصا إذا كانت الحاجة دي متعرف عليها لفترات طويلة جدا وما فيش أي سبب عام ما فيش أي سبب عام يخليك تتخذ مثل هذه القرارات ولكن ممكن يكون هناك سبب خاص يعني إيه سبب خاص؟ يعني ممكن يكون عايز أعمل حاجة معينة عشان خطر نادي معين أو عشان خطر نادي عنده ظروف فأنا عايز أقف معه عشان أوقفه فيش مانع بس اطلع قلنا هذا الكلام ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأنه اللي أنا عرفته أن هناك رغبة لدى اتحاد كرة القدم المصري لمد فترة القيد لنهاية شهر فبراير القادم مالش يا جماعة فهموني يعني طول عمرنا عارفين أن بداية القيد بتبقى من 1 يناير ل31 يناير لصالح مين؟ وليه التغيير في القيد الشتوي في الموسم الحالي؟ طيب إيه الهدف من هذا الأمر؟ هل هناك صالح لكرة القدم المصرية يدي الحق لأعضاء اتحاد كرة القدم المصري أن هم يعملوا كده لو عملوا كده رسمي؟ طيب هل حضرتك درست الموضوع؟ والله أقسم بالله لو هذا القرار حيفيد أندية الدوري العام كلها أنا مش هابقى زعلان ولا متدايق ولا أعتقد النادي الآلي هيبقى زعلان ولا متدايق ولكن إذا كان هذا القرار حيفيد نادي أو ناديين ويدر بقية الأندية يعني ممكن جدا تكون هذا الأمر معمول عشان بعض الأندية الممنوعة من القيد حتستفيد من هذا القرار ما هو حضرتك اللي بتخليني أقول أنا هذا الكلام لأنه أنا بعض أفكر أنا من ساعة ما الأنباء دي طلعت وقعدوا يقولك هنمد القيد لغاية آخر فبراير هنمد القيد لغاية آخر فبراير قلت يا جماعة ماشي الأخبار بتجنى على التليفونات لما الأخبار جات لنا على التليفونات الواحد بيقعد يفكر الأول قبل ما يطلع يتكلم وبنقعد يتكلم تليفونات من هنا وتليفونات لأعضاء الاتحاد وتليفونات لناس قريبة من بعض من مصادر القرار يقولك إيه يا جماعة قلولنا لماذا يتم اتخاذ مثل هذا القرار إيه اللي حيعودوا بالنفع على كرة القدم المصرية بشكل عام طبيعي إن القيد بيفتح في أول يناير ويقفل في آخر يناير إيه اللي حصل جديد عشان النظام يتغير حد يفهمني حد يقولي والله إسلام أنا هطلع هذا القرار عشان الـ 18 نادي اللي في الدوري هيستفيدوا من هذا القرار بكذا وبكذا وبكذا أو ما أنا أعمل تعظيم سلام لو أنا اقتنعت يعني أو لو جمهور الأهل اقتنع تعظيم سلام وسلام عليك شكرا فهمنا الموضوع وبالمناسبة في هذا البرنامج وفي هذا المكان ممكن جدا نطلع نقول وجهات النظر الأخرى مش ممكن احنا دايما بنقول وجهات النظر الأخرى ولكن لو هذا القرار أو مثل هذا القرار الرسمي طلع بشكل رسمي أنا حبقى محتاج أن حد يوضح مش أنا أنا هنا بتكلم وبسأل لأنه ناس كتيرة بتسألني في هذا الأمر والمفروض أن أنا رجل مختص بمثل هذه الأمور يعني أقدر أجيب الأخبار والله ما حد قال لي حاجة والله ما حد قال لي حاجة يعني ما حدش قال لي حاجة لما جيت أسأل بعض أعضاء اتحاد كرة القدم قالوا لي احنا ما خدناش قرار زي دا لسه طيب لو خدته لما يبقى ناخده بقى إسلام طيب لذلك أنا حنتظر القرار الرسمي إذا كان هناك قرار رسمي بيقول هذا الكلام لو اتحاد كرة القدم ناوي يطبق هذا القرار بشكل رسمي لازم يطلع يوضح لنا الأسباب إيه اللي حتستفيده كرة القدم المصرية من هذا القرار وبالتحديد أو تقول لي أنا بعمل كده عشان خطر النادي الفلاني أو النادي العلاني ممكن يكونوا خمس ستة أندية بالمناسبة عشان محدش يوديني في اتجاه واحد أنا ممكن يكونوا خمس ستة أندية أنا بس حبيت الأول أبدأ بهذا الأمر وبالمناسبة هل في أندية طلبت من اتحاد كرة القدم هذا الأمر بشكل رسمي حضرتك اطلع قلنا بس دورك اتحاد كرة القدم إن انت تطلع تقول لنا والله يا جماعة واحدة اثنين ثلاثة وأنا وفقت من حقك بالمناسبة أنت توافق ما حدش بيقول حاجة ولكن أفهم إيه هي الاستفادة حد يفهمني يا جماعة بحتاجين نفهم بس ده أول نقطة